موسيقى مشاهدين أهلا وسلام بكم في نشرتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرز وآخر خبار الاقتصاد ندذت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاشتماعي والتضامنية بي المعلومات التي تم تدولها على مواقع التواصل الاشتماعي والتي تتهم برنامج فرصة بمنح تمويلات لأربعة ألاف امرأة وهمية في إطار العقد مع مؤسسة التمويل الأرضي وأوضحت الوزارة اليوم في بلاغ تكذيبي أنه تنتشر حاليا بعض والشعات على مواقع التواصل الاشتماعي تتهم برنامج فرصة بمنح تمويلات لأربعة ألاف امرأة وهمية في إطار العقد مع المؤسسة مؤسسة التمويل الأرضي وفي هذا السياق نود دول بلاغ بأن مؤسسة أرضي لم تمويل سوى مئتين وستة حامل مشروع في نسخة 2023 لبرنامج فرصة في حين حصلت بالفعل أربعة ألاف وخمسمائة امرأة على تمويلهن خلال هذه السنة عبر مؤسسة تمويل أخرى وقع مكتب تكوير المهاني وإنعاش الشغل وتجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء بالرباط على النظام الأساسي واتفاقية المساهمين لشركة المعهد المتخصص في مهانية معدات الطائرات ولوجستيك الطائرات ويعتبر أن كل من النظام الأساسي لشركة إسمالا واتفاقيات المساهمين أداتان ترتجان عن مشروع التمييز كابيكسيلونس الذي صممته وأطلقت وزارة الصناع وتجارة بشركة مع مكتب تكوين المهني وإنعاش الشغل والجمعية المهنية ومن بينها تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء هذا واستهلت بورسة تؤدر البيضاء تدولتها اليوم الأربعاء على وقع الانخفاض وهكذا سجل مؤشرها الرئيسي مازية الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم ترجعا بنسبة 0.2% ليستقر بذلك عند 11759.45 نقطة هبطت تسعار النفط مقتربة من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند التسوية في وقت متأخر من مساء أمس بفعل مخاوف الطلب وقوة الدولار وكذلك عدم تأثير تخفيضات الإنتاج على ما أعلنه تحالف أوبيك بلاس الأسبوع الماضي على الأسعار حتى الآن وانخفضت العقود الآجلة لخام بارنت ب83 سنة أو 1.1% إلى 77.20 دولار للبرميل عند التسوية وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الواسيطة الأمريكية ب72 سنة أو 1% أيضا إلى 72.32 دولار للبرميل ارتفع التسعار والذهب اليوم الأربعاء مع تراجعي الدولار وعجزت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطية الفيدرالية البنك المركزي الأمريكي وسعد الذهب في المعاملة الفورية ب0.2% إلى 2023.39 دولار للأنصة كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بـ 2.2% إلى 2041 دولارا نكتفي بهذا القدر مشاهد الكرام نلتقي بعد قليل في مجزن لأهم الأنباء دمتم في أمن الله اشتركوا في القناة